نظمت وزارة الداخلية المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العرب للعام الثاني على التوالي وذلك بالتنصيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب للعام الثاني على التوالي استضافت مصر المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بمشاركة عربية موسعة وسبقه ورشة عمل حول الانعكاسات السلبية للتفاكك الأسري على الجوانب الأمنية والتي شهدت تأكيدا على أهمية تفعيل دور أجهزة الشرطة في تقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمتأثرين بالتفاكك الأسري وصق لمهارات الكوادر الشرطية للتعامل مع هذه القضايا باحترافية مع تكثيف البرامج التوعوية نحن نشيد كل التجارب وخاصة التجربة المصرية في تطوير كثير من المبادرات التي حرصت عليها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس الفضاح السيسي تقدم إلى مصر بخالص الشكر والتقدير على تشريفنا بأن تستضيفنا للمرة الثانية وعلى التوالي في هذا المؤتمر وهي أيضا ينم على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لحقوق الإنسان وهناك اهتمام كبير في تطوير هذه الحقوق أتوجه بالشكر الجزير إلى مقام مزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية وعلى كل من ساهم في إعداد وتنظيم ورشة اليوم التي هي عن الإنكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية موضوع يقع في صميم من شغالات الأجهزة الأمنية ومن هنا يزداد اهتمام الأجهزة الأمنية بالوقوف على أسباب التفكك الأسري وتدعيات الأمنية ومواجهة الأسار المترتبة عليه المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتنصيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمنة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استعرض التجارب الوطنية في مجال حقوق الإنسان ومنها التجربة المصرية التي لاقت إشادة كبيرة من الوفود المشاركة لمراعاتها الأبعاد الإنسانية في الخدمات الشراطية المقدمة للمواطنين والمبادرات الإنسانية ومنظومة الإصلاح والتأهيل كما أشاد الحضور بتنظيم المؤتمر حرفين اتفقوا أنهم يلتقوا بصفة دورية لمنقشة التحديات وتلمس السم للتقدم إلى الأمان من منظومة حقوق الإنسان في العالم العربي هذا المؤتمر هو حلقة جديدة في إطار تعاون من أجل تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وخاصة في الجانبين جانب المكلفين بإنفاذ القانون ووزارة الداخلية وبقية المتداخلين من مؤسسات تعمل في مجال حقوق الإنسان نشكر وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وحسن التنظيم ونتأمل أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تكون فائدة للدول وتعمم على جميع الدول الاستفادة منها في عملها الأمني الفعاليات تضمنت عقد مؤتمر مشترك لمسؤول حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية للوصول إلى استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني طبعاً نحن نعرف أن مسألة حقوق الإنسان هي بحاجة لتضافر كل الجهود إن كان على المستوى الوطني أو على المستوى الأقريني أو على المستوى الدولي والشبكة العربية بالتعاون مع وزراء الداخل العرب عم بتحاول مشكورة أنها تقوم بهذا الدور على أتم وجه أنت نشوف فيه هو ورش مهم جداً خاصة وأن إصلاح المجتمع هو يبتدئ من سلامة الأسرة بالتأكيد نقل الخبرات والتجارب الدول المختلفة في هذا الجانب ستعود بالنفع على الجميع وسنستفيد من تلك الخبرات في تعميمها على مكاتبنا في حقوق الإنسان في وزارة الداخلية على هامش المؤتمر نظمت زيارة للوفود المشاركة فيه لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان حيث طلعت الوفود على مكونات المركز الصحية والتأهيلية والإصلاحية وسط إشادة كبيرة بهذه التجربة ورغبة في الاستفادة منها يعني شفنا الأصلاح والتأهيل الحقيقي لما تتوفر الأمكانيات هذه بالمباني هذه ففعلاً النتيجة راح تصير جبارة وهذا اللي راح إن شاء الله ننقل صورة لدولة الكويت وهذه تجربة نقول بكل وضوح أنها تستحق الأخذبها وتأمينها على مستوى الوطن العربي انبهرنا بالإمكانيات والتقسيمات اللي موجودة قوى المركز نتأمل في المستقبل أن يتم مشاطرة هذا التجربة مع باقي الدول العربية ليكون كاسترشاد نموذجي لباقي الدول وأنا أرى إن هذا الصرح يعتذى به على مستوى العالم لكي نوصل رسائلنا لجميع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للتواصل مع حكومات دولهم لعمل مركز إصلاح وتأهيل على هذا المستوى الرائع منتجات النزلاء هي منتجات أول شيء يعني لمسنا فيها جودة عالية لمسنا فيها تنوع والأجمل من ذلك أنه النزلاء اللي سألناهم جميعهم هذه المهن تلقوها داخل المركز فبالتالي هذا أيضاً يعني يحسب لمسألة إعادة التأهيل انعقاد المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزرات الداخلية العربية جاء تأكيداً على الريادة المصرية في تطبيق المفهوم الإنساني في العمل الأمني وفرصة لتبادل الخبرات الوطنية في هذا المجال تفعيل للعمل الأمني العربي المشترك تقوم وزارة الداخلية بتطبيق المنظومة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ويسهم في تأهيل وإصلاح النزلاء ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع بعد قضائهم فترة العقوبة من مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عبدالله بركات التلفزيون المصري